السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبنا في كل مكان عملين ايه يا ربك ونبخي وحشتني قوي عملين ايه معلش انا اسفة على صوتي ايه لان انا تعبانة عندي برد وتعبانة يعني فصوتي انا اسفة يعني عليه اه المهم احنا دلوقتي بنعمل ايه دي امي اللي اللي بتعمل في العجين دي امي اللي بتعجن ماشي دلوقتي امي هتعمل ايه الاول ندخل نصلى على النبي نشترك في القناة اه نفعل زر الجرس نحط كومنت حلو ماشي دلوقتي امي بتعمل عجينة هتعملها حاجة اسمها اسمها في ناس بتقول عليها مخروطة ماشي وهنا بيقولوا عليها اسمها قدسية هم في ناس بتقول عليها مخروطة بس احنا عند عند والدت هنا بيقول عليها قدسية ولا قدسية هنمشي معاكو خطوة بخطوة هتشوفوا كل حاجة معينا دلوقتي بس تابع الفيديو الاخر والله العظيم فيديو جميل اوي 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 هتشوفوا الفيديو اللي اخر وهوتشوفوا هيتشوفوا يعني فيديو حلوي حلوي انا بصراحة الفيديو عجبني اوي 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 اوالي انا كنتي أعادة بتفرج جرانا كنت بتصور اميا ثم تقطع العجين ده بعد معجانته أهيه كتابع العجين النشفة يعني عجينها متماسكة كده بس متماسكة جدا يعني النشفة قوي مش العجين الطريع طبعا مكونات ايه دي ايق ومية بس بس المكونات بتاعت المخروطة دي ولا معرفش اسماها الاودوسية دي هي دي ايق ومية بس يعني ولا خميرة ولا اي حاجة تاني ولا لبن ولا كالي كله ولا حاجة من التكلام ده كله. بق. ايه دلوقتي هتمشي معكو خطوة بخطوة هتشوفو دلوقتي بتعمل ايه? هي طبعا بتفردها شوية قبل ما بتفردها بالفرادة. بتفرد هي بايدها شوية بعد ان هتفردها بالفرادة. اهي العصاية اللي بتفرد بها دي. اهي بتفرد بقى. تفضل تفرد فيها زي الرؤاء. وبننت قطعها هتشوفو معانا خطوة بخطوة. وهتشوفو هي بتستيبع على النور على البخار. بستبع الفيديو للاخر. والله العظيم ما هتندمو. فيديو جميل 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 جدا من اجمل الفيديوهات اللي انا اللي انا بصراحة صورتها. او عملتها. اه. انت عارفين طبعا الناس الكبيرة دولا ما شاء الله عليهم يعني عارفين حاجات ما شاء الله يعني. احنا مش بنا بقى عارفنا. فانا بفرح لأي فيديو بيكون كده والله العظيم. بيعجبني اوي. اه. طبعا ام ربنا يديها الصحة والعافية يا رب. اه. هي بتعمل لنا كل حاجة يعني الفطير والحاجات المعجنات دي هي اللي بتعملها. اه طبعا هي عملتها لان انا اخدها معي الكريم وبابا فبصراحة اخدتها بعد ما سوتها انا اخدتها معي. هي تفضل بقى تفريد بقى معين الماكنة اللي بتعمل عليها البتاع دي فيها الفرادة بس يا بتقول لك لا الفرادة بتاعيدها مش مش كويسة يعني بتحب تفريدها هي بالا بالعصايا دي. تبدل هي تفريد دلوقتي فيها الغتا ما تبقى وسع كتير زي الرؤاء كده. عملت انا معاكم الرؤاء قبل كده. بس مش هيبقى رؤاء. ده هيبقى هتعملو في الماكنة. عندها الماكنة هتشوفوها دلوقتي معانا. هتشوفو دلوقتي هتشوفو كل حاجة الوقتي. اهي بص بعد ما فردتها ادي ايه? هتقطع اهي بالسكينة. معاني عندها الماكنة بتفرد يعني وكده. معلش هو الفيديو طويل بس اقسم بالله في افادة كتير جدا يعني. اللي هيشوف هيستفاد منه ويعجبه قوي. انا بعرف اعمل كده برده. بس ما ازاي يوم يعني كده. تابعوا الفيديو الاخر بس هتشوفو يعني في النهاية مش والله حاجات حلوة جدا. هم شوف بس هنا مستبقى هتنزله في المكينة دي شوف هتنزل ايه بقى اهو اللي يعرف المكينة دي اكيد عندي ناس كتير بس اللي يعرف ايه دي يقول لي برده في التعليقات هما بيقولوا الناس بتقول اسمها مخروطة ماشي وعندنا احنا هنا بيقولوا عليها قدوسية دي بيسووها على البخار بقى بيحطوا مصفة كده او على حلة الكسكوسي شوف تقع حلة الكسكوسي بيسووه في حلة الكسكوسي على البخار هتشوفوه هتشوفو كل حاجة هتشوفوه بعد ما استوى بقى بيحطونه سامنة او بص اه طبعا يعني اه يعني اه ما عندهاش حلة كسكوسي هي يعني فبص حتى ايه مصفة على حاجة على حلة على اي حالة دي مصفة يا جمع وتحتها مية بتغلي على فكرة في حلة ايه دي بتستيقها بس هتشوفوها عليها دي بقى بتستيقها على البخار هي جات تاخد تانى اه وتمت تصوي على البخار المكنا دي قدعم لدي ناس كتير طوية يبدو تتعامل بها حاجات كتير هالماكينة دي برضه تتعامل بقى عصانية كده وتروح تعطوه في المصفى اللي هي ايه فيها البخار دي الميا اللي بتغلي وبتسويه على البخار بقى يعني ده مفعش السوي زي الكسكسي بالزبط التسوية بتاعته زي الكسكسي في ايه في التسوية مش في حاجة تاني لكن هو مش كسكسي دي في ناس بتقول عليها مخروطة انا بقى اشوف ناس بتقول عليها مخروطة وناس بتقول عليها احنا هنا بيقول عليها قدوسية او قدوسية هبص بص بعد ما استوت على البخار شايفيني جماعة بعد ما استوت على البخار ايه دي بقى بيفككوها بسمنة وسكر بيفككوها كده من بعضها كده بتبقى واحدة واحدة بتبقى يعني متفردة متفردة كده عن بعض بسمنة وسكر اهي مخروطة 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 السمنة مخروطة اهي مخروطة اهي مخروطة بتفككها كده بالسمنة عشان السمنة بتسح فيها وياستخنة كده بتفككها على طول اهي مخروطة اهي مخروطة اهي مخروطة سكر بودرة و سكر بودرة لأنه يسيح سكر بودرة و سكر بودرة سكر بودرة لأنه يسيح وصلنا لايت الفيديو سكر بودرة و سكر بودرة سكر بودرة